دون التوصل إلى اتفاق هكذا انتهت القمة التي عقدت بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفيتنامية هانوي القمة التي استمرت يومين كان يفترض أن يتم التوصل خلالها إلى اتفاق لنزع السلاح النووي لبيونج يانج إلا أن أنباء تحدثت عن مغادرة جونج أون وترامب قبل الموعد المحدد لانتهائها المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب عقب انتهاء المحادثات حمل رسائل مختلفة تراوحت بين السلب والإيجاب حيث عز الرئيس الأمريكي سبب فشل المحادثات إلى مطالبة الجانب الكوري الشمالي برفع كامل العقوبات وهو الأمر الذي عده صعبا إلا أنه في المقابل لوح إلى تعهد كيم جونج أون بعدم استئناف التجارب النووية أو الباليستية واصفا القمة بالودية جدا مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يتفق مع نظيره الكوري الشمالي على عقد قمة أخرى الزعيم الكوري الشمالي في المقابل وفي رده على أسئلة الصحفيين أعرب عن استعداده لنزع الأسلحة النووية لبلاده وللقبول بفتح واشنطن مكتبا في كوريا الشمالية القمة جاءت بعد ثمانية أشهر من عقد اللقاء التاريخي الأول بين الزعيمين بسنغافورة في حزيران الماضي والذي دار حول نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وفي وقت يواجه ترامب تحديات عديدة منها تلك المتعلقة باعترافات محاميه السابق مايكل كوهين أمام الكونغرس حول صفقة العقارية التي أبرمها الرئيس في العاصمة الروسية موسكو أثناء حملته الانتخابية الرئاسية عام 2016 الأمر الذي يفتح المجال واسعا للتكهنات بحسب رأي أغلب المراقبين باحتمال ترويج ترامب لنجاح هذه القمة رغم حقيقة فشلها صفقة العقارية التي يتحدث سببها سببها